سلام عليكم و مرحبا بكم في القناة الوصفة اليوم هي كيش من اروع ما يكون بعجينة اقتصادية بالجاج والشامبينيون والزيتون البناء ولا اروع اتقدموهم كمقبلة مع جميع انواع الشربات نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة وراحين اكيد تجربوها تبعوا معي الفيديو للاخير تشوفوا تفاصيل ومقادير تحضير كيفية اليوم مشاهدة ممتعة ونمرو مباشرة لطريقة التحضير بالنسبة لعجينة راني درجة في القناة ولكن معلش راح نعودها لكم اندير في الاناء زوج كيسان تعالفارينا مع الرشة تعالملح اللي هي نصف ملعقة صغيرة تعالملح نخلطهم مع بعض ومن بعد نجيب نصف كيسة على الزيت ونضيفه ونبدأ بالاصابع فقط اندخل في هديك الزيت في الفارينا بهذا الشكل كيما كم تشوفوا راح نتحصل على انبات سابلي من اروع ما يكون ونتحصل على هاد الخليط الرملي كيما لكم تشاهدوا انجيب ربع كاس تعلمه ونضيفه كامل واللم به العجينة والعجينة طبعاً اللمها بلا مندلكها او بلا منعجنها واذا شفتوا الفارينات تحكم تشرب السوائل ماذا بكم اضيفوا الماء بالتدريج حتى تتلملكم العجينة فلا هدا هو القاوم اللي تحصلت عليه نجيب هنا انسى شي ندير فيه العجينة ونخليها تتاح على الاقل نصف ساعة حتى لساعة دوري شوية مع شغلك ومن بعد عاودي وليليها هنا را عندي لمول طالب اخكات ولا اديري هادو اللي عندك ديري الكيش ما عندهش متطلبات تعليمول نجيب هنا المول تعليم بخكات التاعي نشكل كورات نحطها في الساشي دايما نحط الكورات تعليم من المول مندلولة فارينا لازيت هنا نحلها شوية بالحلال ونحطها في المول تعليم بخكات ونسكمها في الاطراف بهذا الشكل نحي هادوك الجوانب او الزوائد تعليم عجينة ومن بعد نجيب فرشيطة وانتقب العجينة تعي ونكمل مع بقية الكمية العجينة اللي عندي وبعد ما نكمل راح نديرهم في سينية وندخلهم في المجمد على الاقل نصف ساعة ونروحوا الان انوجدوا الحشو ندير شوية زيت في المقلات نحط هنا كمية او مقدار تعليم البصل الاخضر هادوك البصل تعليم عود بعد ما قطعتو ندير هنا نفس المقدار تعليم الجاج او صدر الدجاج مقطع قطع صغيرة ندير هنا تقريبا واحدا نصف مقدار تعال شامبينيون او مقطع نزيد هنا نصف المقدار تعال الزيتون او مقطع بهذا الشكل الى دوائر ونبدأ انقلي في هاتوك المقادير مع بعض نضيف هنا الكمية تعال الملح نضيف شوية الفلفل لكحل دائما انخلط مرة على مرة باش ما يلسق ليش في القاعة تعال المقلة ومن بعد بعد ما تقليت كلش مع بعض نزيد نصف كاس تعال الماء وننقص للنار ونخلي هدك هال الحشو التاعي اي طيب حتى نشوفه انشف كامل من الماء ونتحصل على هادا النتيجة ودروك راح نوري لكم اللي راح نديروه في الوجه تعال الكيشتاعي عندي نصف كاس تعال الحليب زوج حبات تعالبيض عندي تلت حبات تعال فرماج او متلاتات الجبن شوية تعالملح وشوية تعالفلفل لكحل انجيب الايناء تعال ميكسر انحط فيه زوج حبات تعالبيض انحط نصف كاس تعالحليب انضيف لهم متلاتات الجبن واندير الرشاة تعالملح ورشاة تعالفلفل لكحل انخلط الكل بالبغا ميكسر حتى نتحصل على هاد الخليط كما راكم تشوفوا ومن بعد نجيب هنا الحشو التاعي بعد ما برد تماما ونجيب لبغكات نعمر كمية او ملعقة كبيرة تعال هادك الحشو كما راكم تشاهدوا ومن بعد ندير فوقوا تقريبا واحد الملعقة كبيرة من هادك الخليط اللي وجدته تعالبيض والحليب ونكمل باقي الكمية ونحطهم في سينية الفرن وفي الاخير اندير كميات على الجبن المبشور من الفوق بهذا الشكل بالنسبة لطريقة الطهي نكون طبعا امسخنا الفرن من قبل راح نديرهم طيبو كي نشوف الجواني بتحمرت نعاود نهبطهم ونشعل عليهم الفوق باش يدو هادك اللون الجميل فلا هاده هما ليكيشتوعي بالجاج والشامبينيون والبصل والزيتون راهم طابو وجاو ما شاء الله نخليهم يبردوا وننحيهم من مول ونحطهم في سحن التقديم وهذا هو الشكل تحهم بزاف شباب وبزاف بنان تصدقوني لازم تجربوا هاد الكيفية وكلمسة اخيرة انزين بورقة تعليم عدنوس والحباء تعزيتون باش يكون الشكل تحهم بزاف خيزان طابل وشباب وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى هاد الوصفة تعليم تكون عجبتكم وأكيد راح نتجربوها ونلتقي في كيفيات أخرى بإذن الله نهاركم بروك ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر